السلام عليكم ورحمة الله الغيرة ده الموضوع اللي احنا حنتناوله اليوم الغيرة ممكن تكون حاجة جميلة يعني هي مشاعر سلبية لما تزيد عن حاجته ودي بتكون واحدة من المشاعر الممكن تهدد استمرار واستغرار حياتنا سواء كنا الغيرة بتكون بين الأخوان أو الغيرة بتكون من الزوجة تجاه زوجة أو من الزوج تجاه زوجته أو الغيرة تكون بين الأصدقاء أو الغيرة أي أنت غيرتك على منه المهم في الآخر إنه الغيرة دي هي بالتأكيد مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان لكن المشاعر الطبيعية دي بالكاد إنها بتقودك لدائرة التدمير الزاتي في حالة إنها زادت عن حاجته لأنه غالباً أغلبية الأشخاص لما يكون عندهم مشاعر الغيرة فدي بتخليهم يسلكوا بعض السلوكيات الممكن تنفر منهم الأشخاص الآخرين وبالأخص لما نجي نتكلم عن الغيرة بين الزوجين لأنه دي بالكاد إنها هي بتكون هدامة لحياتهم وبتدخلهم في دائرة الشك اللي ممكن تساعد في إنها تخلق بعض التوترات والإنزعاج بين الطرفين لأنه ممكن تكون بشكل غير طبيعي ولدرجة كبيرة جداً لا تطاق لأنه ممكن تغود الإنسان هذه المشاعر الغيرة ممكن تقود الإنسان لأنه يكون عامل زي متحري أو يكون عامل سلوك يعني يكون بيمتلك بعض السلوكيات الممكن تكون مزعية اللي هي السلوك التيسس على الآخر عشان في الآخر هو عنده مشاعر منزعج منا في الداخل فبيكون بطريقة غير مباشرة عايز يجعر بالأمان فممكن لأنه هو عايز يجعر بالأمان يسلك سلوكيات ممكن تكون غير طبيعية وغير مرغوبة بالكاتل وما في شخص ممكن يقدر يتحمله سواء الزوج إذا كان بغير على زوج تغيره شديدة زايدة عن اللزوم فبالتأكيد أنه ستنزعج من زوجها لأنه ما وصل معها لدرجة الثغة ودي بتدخله في جوانب الشك وكمان الزوجة لو كانت بتغير لدرجة كبيرة جدا على زوجها فبالتأكيد أنه هي دي بداية المشاكل داخل الحياة الزوجية والتهديد بعدم الاستغرار الغيرة حاجة جميلة جدا إذا كانت الغيرة بتجي أو بتنبع من جانب إنك المحافظة على الشخص الآخر لكن بالتأكيد لازم إنها هي تكون بدرجة مقبولة بدرجة بيتقبل الآخر عشان إحنا نبعد عن المشاعر بتاعت الغيرة اللي هي واصلة لدرجة كبيرة درجة هدامة درجة ممكن تقودنا لأننا ندمر حياتنا بيدنا خليك واضح مع الشخص الآخر إذا في بعض السلوكيات المزعية بالنسبة لك تحدث مع الشخص الإنت حاسس بالغيرة تجاهه عن المشاعر الإنت بتحس بها لكن لازم أنت تخلي بالك أن حتى الطريقة بتاع تعبيرك عن مشاعر الغيرة اللي داخلك لازم تكون بشكل متزن بشكل ما فيه نظام بتاع تحقيق مع الآخر وبشكل ما فيه أسلوب بتاع فرض نفسك على الآخر ولا فيه حجم لرغبة الشخص الآخر ولكن تحدث مع هذا الشخص من منطلق الحب الذي تحمله بداخلك ومن منطلق أنك أنت بتزعى لاستمرارية واستغرار الحياة فيما بينكم وأنه أنت بتخاف على هذا الشخص لأنه بيعني لك الشيء الكثير حاولوا دائما أنه تساعدوا أنفسكم وتقودوا نفسكم إلى بر الأمان وإلى الاستغرار وإلى السلام وإلى حياة إحنا كلنا بنحلم بها اللي هي حياة الدفع وحياة الأمان وحياة الاستغرار دوم دوم في خير وصحة وعافية اشتركوا في القناة